ضرورة تمكين الإعلام العربي أمام وسائل التواصل الاجتماعي التي تستحوذ على سوق الإعلان حول العالم هذا ما أكده وزير الاتصال الحكومي فيصل لشبول خلال الملطق الإعلامي العربي الذي يستضيفه الأردن ضرورة أن نعمل جميعا لمحاربة ما يتهدد مجتمعاتنا جراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثر بعض وسائل الإعلام بها وهي خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والأخبار الكاذبة والمزيفة كما طرحت موضوع ضرورة تمكين الإعلام العربي أمام وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تستحوذ على سوق الإعلان حول العالم يعني هو بجزء من مخرجات الاجتماعات العربية الإعلامية بالجامعة العربية وهو يبحث في قضايا تخص قضايا التنمية المستدامة بمعنى الحياة الطبيعية للبشر بالصحة والتعليم والتوظيف ومحاربة الفقر وجزء منها التي نشارك فيها تعلق بدور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة في تحقيق النجاح بالتنمية المستدامة وجاء الملطقة تقديرا للجهود التي يقوم بها في تعزيز العمل العربية المشترك في قطاع الإعلام حيث أن برنامج الملطقة يشمل اجتماعات من شأنها تعمق الحوار حيال تعامل مع عديد القضايا التي تتصل بالإعلام على النطاق العربي نتطلع ليكون هذا الملطقة منطلقا لإطلاق فضاء منتضم للحوار بين جميع الشركاء من ممثل الحكومات والمجالس المنتخبة والاتحادات المهنية والمجتمع المدني وخبراء لوضع أشكال متقدمة ومتطورة من التعاون الإعلامي يأتي لقاؤنا اليوم ضمن هذا الملطقة في إطار العمل العربي المشترك لبحث العديد من القضايا الهامة والتي تعنى بقطاعي الإعلام والاتصال ويعقد الملطقة على مدار أربعة أيام في العاصمة عمان ويتضمن العديد من الفعاليات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتربية الإعلامية والمعلوماتية ومخاطر الألعاب الإلكترونية والاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني